فهذا الحديث والذي بعده تعلَّق بالمُساقات والمُزارعة المُساقات تكون على النخل وعلى الشجر والمُزارعة تكون على ما يُبذر من الحُبوب نحو ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر أرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها رواه مسلم يعني أن اللفظ لمسلم وإلا في الحديث الصحيحين يعني رواه مسلم بهذا اللهم وفي رواية للبخاري ويجرعوها على أن لهم أن لهم شطر ما يخرج منها أن لهم شطر ما يخرج منها هذا الحديث له روايات كثيرة وألفاظ وفي الصحيحين وجاء معناه عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا إشارة الحديث الأول يتعلق بالشفعة وهو قوله أبواب الشفعة الثاني يتعلق بقوله والمشاقات والمجارعة لأنه قال أبواب الشفعة والمشاقات والمجارعة والإيجارة وإحياء الموات فهذا الحديث والذي بعده تعلق بالمشاقات والمجارعة المشاقات تكون على النخل وعلى الشجر والمجارعة تكون على ما يبذر من الحبوب نحو ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه فوائد أولاً جواج معاملة الكافر باليهودين وغيره في هذه الأبواب ولهذا دفع رسول الله سلم إلى يهود خيبر نخل خيبر بعد أن فتحها وأقرهم فيها دفع لهم النخل لأجل أن يعملوا فيه يكونون عمالاً فيها ويعملون للنبي عليه الصلاة والسلام على أن يعملوها من أموالهم يعملوها من أموالهم وفيه دليل على أنه يجوز على الصحيح أن يعامل الإنسان من يعمل على أرضه على بستانه على مزرعته على أي شيء يريد أن يعامله في مساقات أو مزارعة مثلاً وأن يكون البذر والحب ونحو ذلك من العامل نفسه لا يشترط أن يكون من مالك الأرض وليقال على أن يعملوها من أموالهم وثبت عمر في البخاري إن جاء عمر بالبذر فلهم كذا وكذا وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا دل على جواز الأمرين خلافاً لمن منع وقال يجب أن يكون البذر من مالك الأرض لأن ذاك بمثابة المضارب لكن الصواب أنه يجوز أن يكون من العامل أو من مالك الأرض كما في الأخبار وهذا سيأتي إن شاء الله أيضاً شارع إليه أن يعملوها من أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاطر ثامرها الشطر ما هو النصف الشطر في اللغة يطلق على معاني وقد تختلف المعاني وقد تتقارب وهذا شأن اللغة العربية في ألفاظها وساعتها فالشطر يطلق على النصف شطر ثامرها نصف منه ويطلق على الناحية فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام ولهم شطر ثامرها فهم يعملون فيها ويفلحونها ولهم نصف الثمرة والنصف الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي هذا دليل على جواز المساقات والمزارعة على الثلث أو النصف أو الربع أو ما شاء صاحب البستان والحقن مع من يعمل عليه بما يتفقان عليه فإذا شرط شرط لأحدهما جزء يكون الباقي للثاني لا يشترط أن يذكر يقل لك كذا ولكذا ولك الثلث المعنى لي الثلثان إذا قال لك الثلثان فالمعنى له الثلث وهكذا